إذن تعطل الحركة في قناة السويس بسبب حادث جنوح السفينة البنامية تعطلها يترك تداعيات وعواقب على الاقتصاد العالمي فالخسائر اليومية كبيرة في حركة السلع والتبدل التجاري وتكلفة الشحن والانعكاس يصل أيضا إلى أسعار النفط فما هي أبرز انعكاسات توقف الملاحة في قناة السويس؟ السؤال نطرحه على زميلتنا كريستيان بيسري والجواب معها كريستيان مساء الخير أهلا شانتال إذن تعطلت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس جراء جنوح السفينة العملاقة أفر كيفن فما تكلفت ذلك وأثره على الاقتصاد العالمي؟ قدرت الخسائر اليومية لوقف حركة المرور بالاتجاهين عبر القناة أمام السلع النفطية وغير النفطية بنحو عشرة مليارات دولار وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية ويعادل ذلك أربعمائة مليون دولار من التبادل التجاري في الساعة الواحدة على طول الممر المائي الذي يعد معبرا حيويا بين الشرق والغرب أما أسعار النفط فارتفعت بشكل ملحوظ ووصلت إلى أكثر من 2.5% لكن الخبراء الاقتصاديين أوضحوا أن إغلاق قناة السويس كان له تأثير جزئي على ذلك وارتفعت تكلفة شحن الحاوية المتجهة من الصين إلى أوروبا نحو 8 ألاف دولار فيما ارتفعت تكلفة السفن العملاقة التي تنقل النفط إلى أكثر من 17 ألف دولار في اليوم الواحد ومع استمرار التعطل تتجه شركات الشحن البحري إلى إعادة توجيه السفن إلى رأس الرجاء الصالح مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود عليها بـ 300 ألف دولار لكل رحلة متجهة من الشرق الأوسط إلى أوروبا من الصعب تحديد الحجم الحقيقي لتكلفة تعطل العمل في قناة السويس لكن الجهود تتضاعف للحد من هذه الخسائر